شو يعمل؟ يعملو ذيق نظر لغالب عليو عليش تحب نعملو شو نقريه هانا شنو يعمل نور مال مو مخرج عندو يعرف لي ان كوميديان ولا يراوي نجم قادر بش يعمل الكوميكو التراجيكو يعمل الدنيا لكل زي جسوي ان كوميديان نكتور دو تياتر ويدا مهم لاني منيش جيت مشارع انا تودا نقو قيت روحي المثل في التلفزي وخذيت شارع لاني انا وليد مسرح ومتكون عند ناس فحيت وخدمت مع ناس كبارات في البلاد متاع المسرح بتاريخ عملو تاريخ المسرح التونسي معنى اذا مخرج معنى ما عندوش هكا وصع نظر وبعد نظر بش يخمم في الممثل اخر مم وهو رو توقف في تونس وغلبية الدول العربية هذي تلقاها في البلدين اللي عندها الصناعة اكثر في ميدان الدراما هما اللي يخليو الكوميديان تيب معنى انتي بيدك ياخذك يلقى خديمة نعيم الجاني تقعد حياتك الكل تحب تخدم مش هي تحب يحطوها خديمة حاسرة دراشنو مراه تحب الدمع يجيبو دليل مبتاحي مراه تحب الدمع حاسطم واحد يحب يضحك نجيبو فيس البلزين دراشنو يعني اه مارتوتينا كله واحد يضحك فيس البلزين فجأتني اي 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 اه ليش انا اللي اعملتم دراما بË شيتو في اللي سيدكم اي اي فلي سيدكم اعجب نضحكو مع بعضنا رو شوف فانا نمل بسيتيتوام نمل بالترافي دو جروب وانا جي سويا نبدو تياتر ونعرف اللي التياترو رو خدمة متع تلفزو للتياترو رو مجموعة رو مش انا ضحكت واحد ولا سوفيا نضحك واحد ولا كمال ولا غيره خدمة خدمة سيناريو إخراج ويكيف تكنيك ودنيا لكل بورفير لتو معناه واضح توضيحة صغير وقاتي ذار صغير مرة أخرى من مستمعينا كلمة تخديمة قوية شوين قولوا معينا منزلي ما ام توضيحة نتعدى اه لي ما لغتنا العمية رونا حكي معينا منزلي ياخي تشرفنا لكل بايش خلي عندي انا الحكاية هذي باي انا اعطنعك انا امي خدمة قبل علينا معينا منزلي في وقت من الوقات بابا في الخارج وامي احنا في ذيقة من العيش امي مش هتخدمة معينا منزلي وهذا ما وش عار ونعتز بيه وما عندي حتى اشكال في ذلك برافو عليك طبعا واحد ما ينجم يكون كان فخور ياخي بايش اي خرجت فلس البزين وخرجت فلان وفلان واخواتي وبنات وولاد والحمد لله باي المخرجين اليوم ما يشوفوكش كاينك مغيب وانها بيش نستعمل هالكلمة ما كاينه هو في بعض القنوات مغيب وفي بعض الافكار والمنجين خاطر نتكلم برشا وفي بعض الناس عند بعض الناس الاخرين على خاطر نطلب حقي وفي بعض الناس الاخرين غالي في الكاشي متاعه فهمت كيفة هذا هو معناه كل واحد عنده سبب عليش يقولوا مشكلوا برشا بالعكشة نحل في المشاكل في اللي يخدموا معايا ممثلين وتقنيين سيرتوا في اخر عمل اللي اخدمتوا زنقة الباشا يعرفوا لي فايسل بالزين ما هوش مشكله برشا يحل في المشاكل عندك الجرأة قلت لي وذي صحة تعليف الالتزام وهو ميثاق اخلاقي ميثاق اخلاقي خاصة بيني وبينكترا قلت لي بعض القنوات ممنوع منها ولا مغيب فيها مغيب فيها خاطر تالب بحقي قل نتكلم على حقوق الوطنية مثلا ما علي ما نخدمش في الوطنية في بالك الوطنية الوطنية هكذا عندك ما نخدمش فيها عميق ما نزل قتل باشا مش مغيب معاني قللي انت على regime حتى استضافة هكا كيف كم انتمها ياخي انت خلصتني بجيت فهمتكيفا على خاطرك تتكلم وتقول الحقيقة وتحط يدك على العلى مش خاطر تجي ماخر زاما لا يستحيل وما يعرفوا عن يقتلك المنجين والمخرجين يعرفوا اللي انا واللي تعاملت معهم الكل يستأذية اليوم كأكسيدونتيل ونكسف ونعتذر 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 والله يخليك سيفايسل والله مش من أخلاقي نتعداوها نتعداوها الوطنية ممنوعة منها أو مغيب فيها يدي مثلا ماش ممنوعة ياخي متاع رزقوا سيد الوالدي ممنوعة منها بلك جيتهم لدارهم يدي الوطنية لملك شعب التونسي في فترة ما كانت شعبوا يدخلو كذا أمورهم مش بالصفة عليهم مش مش على كيفهم يخي راه مرفق عمومي يا معلم بلك جيته لساني يعني متاع الشخص متاعه معناها لا قلت لك أكد لي صحيحة ولا لا معناها مانتبنيش للفكرة مش ممنوع يخي يخي هم يقولولك انت ممنوع لك العام يام ممثلين في تونس ومنشتين في اللذاعة الوطنية وفي التلفزة الوطنية غيبوا يخي هم يقول لك ليه انت ليه وعندي موقف ما يجيوبكش أصلا ولكن يعملش يحب يعطي تعليمات شفاوية للإدارة متاعه ولا يقضلوك في الليه عايتولك ولا يستدعوك ولا يستضيفوك واضحة هذي القانية الوطنية القانية الخاصة لا امور يمريك لا انا خدمت وخدمت في التاسعة وعايتولي في موسيط كام تابوليس وخدمت وجتي بيان بيه ويعطيهم الصحة المنتج اللي يعمل المسلسلة ذاكا والمخرج كيف كيف نواجروا تحية وكنت ملتزم واخذيت حقي وعطيتهم حقهم التاسعة خدمت معهم اخيرا في حكاية في البرنامج في رمضان بطلب منه في الول تاني ومبعد انا يا اخويا شوروتي المادية ملتزموش بيها واعتذرت قطول مادوكم اللي عملتم معكم ثلاثة حلقات مجانا واخذيت فيهم ورقة لي انا متطوع ولو ما كملتش ليانو ما نخلصش انا الخاصة ذاكا المنىش انا فايس البلزين عه بشنرجعولك فايس البلزين علش ما ما توصلتش التجربة ذ 이미كا الكاشيت متاعك يقولوا غالي قديش يطلب فايس البلزين على عمل الدرامي مان طلبش انا على عمل الدرامي والدليل العمال الاخيلاني خدمتء متاع ظنقة البلزين من أجل انه نعيدوا الى التلفز الوطنية مجدها وعمالها كما شوف لي حل كما غيرها كما غير هذا كان لاتفاق لكن потом بعد sled يتسوي معها هل عمال ذايل زنقة الباشا يتساوى مع العمال اللي سميتها مثلا ما اشوف لي حل نجمهم بلا سيوى في الفريق لا لا كان جاء تخدم دولي نارم ايه تخدم دولي عودة امجادها ولا تجربة للنسيانة ذي زنقة الباشا زنقة الباشا انا اشوف كل العمل نخدم فيه نخدم الخربي وندفع عليه لاخر رمق امل والظروف الانتاجية اللي صارت في زنقة الباشا هي اللي خليت العمل ماينجحش سيتي باكلي عاو بكل صدق الاعمال اللي نشحت الكل اللي خدمت فيهم الكل ولا خدموا فيهم زملائي حتى مانيش فيهم انا سيتي معناها دي بخوديكسيون اللي تمت دولي نارم في ظروف مادية معناها حتى كن مش طيارة في الخلاص مي منظمة وحقوقك محفوظة صحيح سيتي باكلي شركة اخذت درجنية وضربت الفلوس دينا ورغم اتفاقيات اللي صارت وبرطان بعد قالك تلفزة ملست وقالك انا خاتيني خلصت اليوم؟ مخلصتش عندي عشرة ملين سيلهم ملتوا مازلت سيل؟ مازلت مسيلهم وقضية مش قدم بالقضية هل من مجيب؟ لا لا مجيبك حد وبديتها بالترتيب حتى البي دي جي حتى تلتي لاز عدا ويسمع فين؟ وقالي ملقيت لك حتى حلبة رشكي كيفاش تعطيه فلوسه سيده هو عامل التزام ونجيب لك فيديوات تأهد التلفزة التونسية بحضور زوز مسكولين منها في التورناج ووقت عملنا جراف التكنيسيارة وقربه وحنا جينا معهم وضمننا معهم وكل على اساس بتتفضل حكاية خطر شميناها قارسة لحقيقة يا اخي يجيوا مسكولين 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 بالتلفزة ومساجلة بالوثائق فيديوات وعندي التزام كتابي مساجل في البلدية يلتزم فيه السيدة ذاية المنتج باش يخلص التكنيسيارات الممثلية مشيت للقضية؟ مشيت؟ مشتها مشيت؟ مشتها مشيت؟ قلنا كيف؟ بحضرة استنفذت كل وسائل السلمية والسيتة مع الوضع كورونا يا صيح يا اخي عشرة ملايين رقم لا مياه لا ميتين مش نستجدي حقي رقم لا حقي طبعا حقي حقي لا ميتينش الحقي كبدا وراها حب ناخده نصدق وصفا انا اموري خطر عرقي ومن وقتي ورقص وخد شيء خلي بميرسي علمي تفضل الكاشين تاعك يقولوا برميه الاعلى يعان شبيه؟ انا عندي عباد ورايا عندي باقراوند متاع تاريخ فني وعندي جمهوري عندك جرأة تقول قديش تطلب على عمل دراية؟ لا ساديبون العمل قديش في من جردو احنا نخدمه بنهار كل مقاول كل بنهار قديش من جورجو تورناش نهارك خمساليف دينار تقريبا اي اوكي كوصلي انتي وجورج كلوني يبريس كيف 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 لا لا ما ليه علاقة اعقل جورج لا لا يا اخويا انا فيس البنزي ما تقررني بحت احد باه؟ فما ناس يخصوا اكثر من يبار في تونس؟ اي في تونس اي اخي انا بش نخلص كما كامل تويتين انا بش نخلص قد مونين وردين انا بش نخلص قد فتح الهداوي انا بش نخلص قد راوف بن عمر احمد لاندلسي انا ليه عاش اخويا احمد لاندلسي اخويا صغيري تسمع يقولها على كشفتون يسالش نجم يقول اره وهي نيكوسياسيون اره اي معنى اي معنى يقش راوفهم هم ممثلين ويقولك انا اخويا نخدم بليش انا متبرع انا متطوع احر هذيه ما يفيهاش بارام والله لو كان نفركس ولا قديش يخلص الممثل وفليد قديش يخلص كنجي نعملنا قوانين تحمي الممثلين من الديفزيون ولي معدناش درواء دماج راوه كان خير والله يكن نشوفه ونشفركسه اخذر وضعيت المفنانين جوديبيان فنانين راوه يجمل نجمع الكل مسرحيين والموثلين والموسيقين كل ما هو ثقافة اخذر الوضعية في هذا هو العالم ولكل طوايه فما بالك الفنانين معنا ترى خلنا نعتيك الامكانية انك تشوف روحك في عمل درامي في اللي تعديه على قليل رمضان السنة قل لي أنا والعمل اللي ترى فيه روحك أنا بش نسميلك بعض الأعمال قل لي كنت نجم تكون موجود فيه وتعتي الإضافة نعم أمليه ومش إجابة بربك الديبلوماسية اي عمل نعتيه إضافة وكل والتي تحكي فيه ذات سوبريميكوربي ما عنديش يعني اعنا نجاو بكتول خاطر ما نحفظ من الكمال ربنس فاضل نوبة ثنين ويقولون لك أنا أحبك تحضر معنا في بعض الحلقات ومجانا اي أصا دي بان البروجيت ياسكي هو معمول مجانا ولا ليرا فأنا عم خدمت في دي بروجيت دي فان دي تيود متاعاتات تالبة بشي تخرجوا سينيما وغيروا وخدمت بليش معنيها نورمال اذيك ما ذيك بش تجي تقول بيبلسيتير أنا ماراي كورونا عليك بش تبيع انتفيرجدير بش تبيع تنزل بش تعاون المواطن تقولوا كورونا بش نقصلك في السوم معنى هذيك هسي كوميرسيال فلوس باه نوبة نوبة كنت نجم تكون فيه وتذيف فيه ايوي علش لا وحبيت تكون فيه ولا والله يشوف كل عمل ناجح تتمنى انك تكون فيه نكتب على بعضنا اي قولي حبيت ولا بش نتعلم اي اي حبيت حبيت ونحب مذبية كان يتواصل مذبية كان بوشناق ولو انو رو كانت عندي تجربة انا بوشناق كنا بش نعملو فيلم كان بش عمل فيلم وعايتنا وحكينا بالكداية وكل ماتواجه الاتجاه اخر ولا يخد مسلسلات كذا ربي وفقه هو ناجح عمل فيلم ناجح زيدا ماشاء الله علي اي 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 داشرة اوه ولو اني عندي بين الضفرين شوية كلم زيد في الداشرة كاروكت ناحا خطر الكلم زيد مجيش الاضافة الفنية هاذا يرايك احتراز مالي بقول محبب اي اوليد مفيدة خمس انا نكذب لو كان قولك تفرج فيه الكل تسلسل بش نجم نقيم من نجمش نقيم عمل واناو تفرج فيه الكل حبيت تكون فيه تكنيك ما خدمة طيارة حبيت تكون فيه بتاتر ماتعرج انا ممثل وي نجم كنت نجم نكون فيه مسلسل سبع وشرين بتاع الوطني اي المادي سوي الحقيقة الخطر مربوط بالجيش الوطني لو كان حاجة اخرى يمكن نقل لك الظروف وكذا وكل اما منعرش عندي انا ولد كشافة ومنعرش غيور على المؤسل ماذا بيه لو كان اكثر واقوى وكان ينجم يكون على خطر مشكلتنا رانا تفكره رمضان ليلة صلى الله اخي رمضان مش يبدل رمضان جاي بقدرة ربي مدامنا حيين نحذر له اخويا بالول حبيت تكون فيه ولي الحقيقة الحجر الصحي سيدكوم القناة التاسع لا لا شوف انا مانيش معاك سيدكومات الي ياسر خفاف ياسم هي هكا وتك تك لا ودا يرعا يقول يروا قبل في حاجة من نوع ذا قتلهم لا اه بالعاني غليت في الكاشير باش من حاجة من نوع ذا شو يعني هالنوعية جديدة متاع الكوميك اي شو العمل اتعدى في الحوار بتونسي قبل معناها سفيت 3 او 4 او شين دنيا اخرى